بنتكلم عن كل ما يخص التنسيق والجامعات وازاي نقدم في الجامعات واختبارات القدرات الموجودة في الكليات في عام 2022 ضفنا حيكون الأستاذ السيد عطى رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق طبعا موضوع يهم كل الناس اللي مخلصة السنوية عامة وبتقدم للكليات طبعا سنة دراسية ان شاء الله صعيدة على الجميع وأهم حاجة بقى ان احنا زاي نقدم على الموقع الإلكتروني خاص بالكليات مساء خير على حضرتك حضرتك خير لكل سنة حضرتك طيبة وبينانا أولادنا الطلبة ان شاء الله يا ربي يكون مباشرة بالخير ان شاء الله بإذن الله طيب الموقع الإلكتروني فتح دلوقتي التنسيق بقى إلكتروني من السنة اللي فاتت لا التنسيق الإلكتروني من 2007 كله تنسيق إلكتروني طبعا بالنسبة لحتى كمان امتحانات القدرات كتورك قبل كده من خمس سنين بالضبط خلناها الإلكتروني برضو الطالب يدخل على موقع التنسيق وبيسجل الرغبات والكلية اللي عاوز يقدم فيها اختبار القدرات وبطمن حضرتك برضو ان الموقع فاتح الساعة تمانية تمانية مساء اللي لدي وحوالي ما يقرب من 4000 طالب اللي عندي وانا داخل الستيديو حوالي 4000 طالب أقدموا على موقع التنسيق ده موقع التنسيق الخاص بقدرات الاختبارات القدرات داخل لامتحانات امو اجلى حتى دور تاني بالنسبة للسنوات العامة هذا العام ما احنا هو يقدن في اكتبارات القدرات وفي كليات تم استحداث اكتبارات القدرات فيها مثل الاعلام وانا وأقول nosaltres عندنا كليات الأعلام، فنونة طبائية فنونة جميلة كليات التمريد ومعادة التمريد، تربية موسيقية، تربية فنية، تربية رياضية ده كليات دي عشان الطالب يدخلها لاذي يكون ناجح قدرات فيها حتى ما كان مجموع الطالب لو الطالب جاي 100% ومنجحش في قدرات مشايدة إلى الكلية فأنا بهب بولادنا الطالبة اللي عنده رغبة أو عنده الموهبة في كلية أو من كلية دي كلها يسارع بالتقديم على موقع التنسيق وبهذه المناسبة طبعاً هنبشكر وزارة اختصالات أنها بتساعدنا وقامت مدور كبير جداً معنا والفريق اللي قام معنا على موقع التنسيق والمهندسين المسؤولين على بقى في التنسيق الحكومة إن شاء الله طيب أنا عايزة أسأل حضرتك على مسألة القبول والقدرات داخل الجاملات إزاي بيتم المعيار في الاختيار فيه؟ طبعاً الطالب أول حاجة طالب بيدخل على موقع التنسيق بيختار الكلية اللي عاوز يقدم فيها الموقع نفسه بيحجز ليه الطالب اليوم اللي هيروح يمتحن فيه الطالب بيخش على البيت بياخد إصال بالنسبة للكلية مثلاً أنا عاوز أمتحن قدرات كلية الإعلام بحدد كلية اللي أنا عاوز أخشها الموقع بيطبعه الأقصال بمعادل الامتحن القدرات بيتوجه بيه للكلية بياخد معاهم مثلاً مسهورة أو صورتين وبالرقم الجلوس بتاعه بيقدر يعمل الامتحنة القدرات طبعاً الامتحنة القدرات دي بتقيس موهبة الطالب يعني بالنسبة لطالب الإعلام بيبقى فيه امتحن بالنسبة له ما كلها معلومات عامة يعني ما ينفعش طالب بيدرس إعلام ومعندوش خلفية هذا القدر من المعنوات قدر ممكن من الموهبة نفسها يعني مش هو مش امتحن هو بيقيس موهبة الطالب نفسها زي بالنسبة لتربية رياضية لازم الطالب يكون عنده مقاومات جسمية معينة ولياقة بدنية لها طيب أنا عايز أروح مع حضرتك من أول ما بتستلموا النتيجة ليه مرحلة أن أنتوا بتقولوا المرحلة الأولى أخذت كذا والكليات طب أخذت كذا وهندسة أخذت كذا وهندسة نزلت السنفات مرحلة تانية وأعتقد فيه ست مواد تصلحه فإحنا ممكن يكون عندنا مؤشرة أولية لا إحنا دسا ما استلمناش النتيجة إحنا كوضر التعليم على المرادرش نتكلم في أي مؤشرات خالصة لا بنستلم نتيجة من نزارة تربية والتعليم مجرد إعلان نتيجة إحنا بنستلم نتيجة من نزارة تربية والتعليم نعمل حاجة اسمها تشريح للمجميع بنعرف الشريحة دي فيها كم طالب والشريحة دي فيها كم طالب على ضوء كذا بنيبدأ المرحلة الأولى المرحلة الأولى دي بناخد منها عدد محدد من الطلبة وفقا لكليات المرحلة عشان غطر ما نحصلش تنفيذ يعني الكليات عايزة عدد قد إيه وأنا عندي أعلى مهمة دردات يعني عدد من الطلبة قد عدد أماكن المتاحة في المرحلة الأولى بنقسها بعملية حسابية طيب الموقع الإلكتروني لسه في أهالي عندها مشاكل في التعامل مع الموقع الإلكتروني والتقديم الإلكتروني هو بالنسبة لو الطلب إحنا عندنا برضو الجامعات الحكومية كلها ميسر لهذه الموضوع أي طالب أي طالب فيه ما عندهش استعداد أو ما يعرفش يسجل على الموقع ممكن يتوجه الأقرب جامعة حكومية فيها معامل مجهزة وفيها ناس بيساعد ويقدر يخطب رغباته بمتهى التأني وبعدين برضو أنا في الفترة دي من النهاردة عندي إعلان نتيجة كل طالب هو عارف وعاوز روحي أو يتمنى أنه يخش كل يام معينة أو يدخل كل يام معينة ياريت الناس تركز النهاردة عاوز يدخل كلية إيه لأن إحنا بنفجع بعد إعلانة تيجي تغيير الرغبات بعد إعلانة تيجي التنسيق إحنا في فترة المرحلة لمدة خمس أيام الطالب ممكن يعدل رغباته كيفما يشاء وبناخد بآخر تحديل الطالب عامله بعد إعلانة تيجي ونفجع الطالب يقول لي أصلا ما كتبتش طب أسوان ما كتبتش طب أسيوت يقول لي أنا عاوز أروحها وهنا يا دكتور يعني على أيامي كنا ممكن لو ما خدتش الرغبة الأولى والرغبة الثانية مجموعة جايبها وإنت عايز تروحها كان بتنتقل ليه دلوقتي الموضوع اختلف لا مش اختلف ولا حاجة أنا ملتزم بالترتيب رغبات الطالب يعني الطالب النهاردة كتب كل طب لو أنا عايز الرغبة الثالثة وأنا مجموع يجيبها إيه المشكلة أن أنا روح بقى دلوقتي ده مش مسموح لا إزيه يعني أنا كنت لو أنا مرتب طب أسنان صيدلة مثلا وإنا شعبة علمية وأنا جالي طب مجموع يجيب طب مجموع يجيب الأسنان والصيدلة بس أنا بخدر رغبة قلت أنا عايزة روح الصيدلة قلت لي لا الأسنان هي الرغبة الثانية أنت كتب الرغبة الأولى معنى عشان كده بقول الطالب يحدث وعاوز إيه لأن احنا بنفاجع بعد علامة نتيجة التنسيق المرحلة الطالب بقول لي لا أنا عاوز غير رأي لأن الطالب اللي ما كتبش الرغبة دي في طلب تنخدها يعني أنا النهاردة أنا ملتزم بعدد محدد في الأماكن يعني أه في عدد الأماكن أنا ملتزم النهاردة بعدد محدد مثلا في بولاوكل في قلية الطب بطب أسنان صيدلة في طلب أراحه وكلية دي ما ينفحش طبعا طالب تاني أو لو حصل أن في طلب أعدله في رغباتهم أو أعدله أراءهم تاني أقدر أدخل لكلية دي عدد كبير تاني ما أقدرش عماله العدد العدد في الكلية بيتحدد على أساس إيه ولو إحنا بنتكلم على كليات الطب والهندسة كما راح الأولى أنا هيخد فيها عدد قد إيه ده بيتحدد على أساس إيه العدد ده كل كليات أو الجامعات المصرية حكومية كلها بتجمع عددها مثلا في كل الكليات وبتبعث للمجلس العليا للجامعات بنعرف العدد في كل كلية طب مثلا كلية طب عاوزة تلتمة طالب كلية هندسة عاوزة كم طالب على دوع الكلام ده بدي قدر نحدد نحط قدام على الموقع الكلية هتاخد كم طالب الكلية هتاخد كم طالب الكلام ده كله كل الكليات عموما يعني طيب